والركوع له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة أما الصفة المجزئة فأن ينحن بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام إذا انحن بحيث يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام بمعنى أن من رآه يقول بأنه راكع وليس قائما فهذا الركوع المجزئ وأما الركوع الكامل فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كالقابض لهما ويجعل رأسه حيال ظهره يعني لا يخفضه ولا يرفعه وإنما يجعله موازيا لظهره ويفرج عضديه عن جنبيه يفرج عضديه عن جنبيه وهذا دليله أدل عليه كثيرا منها حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره ترجمة نانسي قنقر